رئيس الوزراء المكلف أكمل تشكيلة الحكومية وأضحى جاهزة للتصويت بنحو 22 وزيرة بحسب مقربين من علاوي لكن الخلافات والاحتراضات ما زالت قائمة من قبل القوى الكردية والسنية التي تتمسك باستحقاقها الانتخابية غير مكترثة بالظروف الحالية التي يمر بها العراق ولسيما في ظل استمرار الضغط الشعبي في عدة محافظات للمطالبة بالإصلاح السياسي الأطراف التي تطالب بحصاصها تحاول تصدير قناعة مغلوطة بأن الاحتجاجات الشعبية لا تعنيها وخرجت ضد فئة سياسية دون غيرها ومن ثم لا تجد مبررا للتنازل عن استحقاقها على الرغم من دعوات الإصلاح والتغيير بينما تذهب التوقعات إلى إعلان الفريق الحكومي ضمن التوقيتات الدستورية وبحسب المعلومات فإن الكابينة الوزارية التي ستعلن قريبا تراعي التمثيل المكوناتي إلا أنها لم تلقى موافقة من جميع القوى السياسية التي تصر على تسمية شخصيات معينة للوزارات وهذا الأمر قوبل برفض من علاوي الأخير ربما يواجه عقبة في تمرير فريقه الوزارية وبرنامجه الحكومي الذي يحتاج إلى 166 صوت في الأقل لنيل ثقة البرلمان من بغداد منتظر السعيدي اليوم